بالمناسبة في لقطات على السوشيال ميديا تعرفين بيراميدز ما عندوش جماهير ده قولاً وحيداً عشان بس لما حد يقولك بيراميدز لسه ما عندوش جماهير لسه لسه ما بناش قاعدة جباً لسه لسه ما عملش شعبية ففي جماهير بتروح بأي طريقة بقى يعني بأي طريقة إن كان بتروح المدرجات مع بيراميدز الجماهير اللي كانت موجودة النهاردة في لقطات جابيتهم وما بيشجعوا لأهلي وما بيشجعوا لأهلي علي الصوت يعني حتى حتى الجمهور اللي انت جايبه ما شجعكش بسبب اللي انت عملته تخيل تخيل هي دي نقطة نقطة تانية بصراحة شديدة عشان برضو مش مع منطق إنه الخسران تعالى ندوس عليه بيراميدز أنقذ بيراميدز أنقذ الدوري هذا الموسم تمتخيل الدور دا كان خلصهم من بدري قاوي قاوي كده كده مراكز الأفريقية تحددت غالباً اللي هبطوا هبطوا فكان فضلنا المنافسة على الدوري لو بيراميدز ما كانش عامل موسم محترم جداً كان الدور دا بقى دا موتيل قاوي فبيراميدز عامل موسم محترم وبراميدز السنادي مختلف وتكوين الفريق السنادي مختلف والأمور تحسنت على مستوى الفكر في تكوين الفريق ما قلناش حاجة ما قلناش حاجة بس طبعاً الخبرات والاستمرارية وهتفضل النقطة اللي عمره ما هيعرف يعوضها بيراميدز هي نقطة الجماهير هتدي أفضلية دايماً للأهل يوزى مالك على بيراميدز دايماً مش هيعملها إزاي دي هيعملها إزاي دي بس بيراميدز عامل موسم محترم وما زال بيعمل موسم محترم وزي ما قلت لك الأمور لسه ما تحسمتش لسه ما تحسمتش